اتصدر فيديو خاص بجوارديولا المدير الفني لنادي منشاستر سيتي الترند خلال الأيام اللي فاتت واثار حالة من الجدل على كل وسائل التواصل الاجتماعي في العالم كله وده بسبب غموط تصريحاته جوارديولا ظهر في الفيديو اللي كان جزء من مؤتمر صحفي بعد مباراة فريقه وقال انه الناس حوالين العالم بيشتكوا من حاجات كتير وانه العالم بقى مليان بالظلم وانه كل واحد بقى مهتم ببيته بس ومش بيفكر في جرانه وقالوا بصوا للي بيحصل حولينا في العالم وانحنا قاعدين هنا بنتفرغ من غير اي رد فعل وفسر الكتير تصريحات جوارديولا بانه بيتكلم عن اللي بيحصل في فلسطين وخصوصا انه قسرته معروفة بدعمها للقضية الفلسطينية وبتعتبر بنته ماريا من اكبر الدعامين للقضية الفلسطينية على السوشيل ميديا